اشتركوا في القناة او نعطي صورة واضحة للجميع للسياسة الكندية بشكل عام على ماذا تبنى الأحزاب السياسية وبدأنا في منضوع الأحزاب السياسية ألف لزد صح ولا ألف لإياها زي ما بحكم حاولنا نكون بايوس يعني ما نكون بايوس سوري بحيث انه نحاول انه نحكي هذا الحزب أحسن من هذا الحزب لا حكينا عن كل حزب بما له وما عليه وصراحة اعتقد انه الحمد لله كنا موفقين وذلك من اللي سمعنا يعني فيدباك من الزملاء والمشاهدين والمستمعين دائما بتعرفوا الموضوع السياسي لازم يكون فيه شوية لكن احاولنا بشطة الطرق وكنا موفقين لأنه كان مع النظيفين رائعين هم اللي أو رائعين هم اللي كانوا دائما يعني بدعمونا بالمعلومات زي ما هي في الكتب وليس كما هم يتوقعوا أو كما هم يحبوا أو كما يحب الجالية العربية أو الجالية الصينية لا كنا واقعين فالأستاذ محمد إن شاء الله حيساعدنا في تقديم الأخين للصديقين نعم طبعا كان معنا الضيفان الرائعان بس عشان المرفوحة كان معنا الضيفان الرائعان نعم هم ابتدأ كان هم ابتدأ صينية اللغة العربية برات بتنقح علي على رأي الأخو المصريين محمد تعرف اليوم كان فيه متابعة للحلقة للساعة خمسة من روسيا شفت المتابعة الروسية طبعا فلما طلعت اضطريت احكي معه روسيا طبعا أنا كنت مستمتع بالروسي لأني ما فهمتش ولايش من النوض احنا طبعا معنا ضيوفنا الدائمين احنا حكينا منبطل نسميهم ضيوف لأنه فعليا هم مش ضيوف احنا ضيوف عليهم الآن الحقيقة ايجت مثل ما حكى الدكتور جمال الفيدباك اللي ايجان على طرح طريقة طرح الموضوع السياسية بشكل مبسط غير مخل لأنه كثير من الناس تبسط وتخل فكان فكان معنا ضيوف اكاديميين ضيوف منهجيين محايدين استطاعوا انهم يتكلموا عن الاحزاب المختلفة وعن السياسة الكندية بطريقة مختصرة دون ان يخلوا بالموضوع ابدأ بالاستاذ حسن غية عميد السياسيين في مونتريال وأثني بالصديق العزيز الدكتور نور قادري ابو السياسة الكندية في ابو السياسة العربية في كندا يا جماعة الدكتور نور القادري هو الرئيس منظمة المنظمة الفدرالية العربية وهي المنظمة الوحيدة المرخصة سياسيا للعمل السياسي في كندا عربيا ولذلك أي حدا عنده عنده شيء في السياسة العربية الدكتور نور هو المنظمة هو مقصد أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم طبعا أستاذ حسن كيف الوضع عندكم شايف وراء الشجر وشي كنا سنعيد عندك احنا أهلا وسهلا بكم أنا هنا أمام في حديقة بيتي والكل مدعوون وعندما تفضلت وقلت أنك تحب أن تعيد هنا أهلا وسهلا بك غدا إن شاء الله سيأتينا خبر لأننا في نقاش مع وزارة الصحة سنقيم صلاة العيد وصلاة الجمعة هنا ونحتفل مع بعض قدمنا طلب بسبب الكورونا يعني احتمال كبير وهذا ما نتوقعه أن تأتينا الترخيص من وزارة الصحة لتكون صلاة العيد وصلاة الجمعة في الهواء الطلق في البستان مع الأحباب والأصدقاء أمين يا رب أمين أدروا معنا أن يكون الجواب إجابيا إن شاء الله إن شاء الله رب العالم إن شاء الله يكون نوركي بصحة والله الحمد لله تمام معيلي كلهم بخير إن شاء الله الحمد لله طيب اليوم بدنا نبدأ في الموضوع أو نكمل موضوع حزب الحزب التجمع الكيبيكي أو البلوك كيبيك واللي هو بدأنا فيه في الحلقة الماضية اللي ما حضر الحلقة الماضية ممكن يرجع للحلقات سواء موجودة على كنار تيفي لايف على الفيسبوك أو موجودة على اليوتيوب برضو كنار تيفي لايف كل الحلقات كلها في الاستثناء موجودة ممكن تتابعوها على وقتك وعلى الرتم اللي بتحبو وبتمشو فيه المستاذ محمد أعتقد حيبدأ بالأسئلة وأنا حبدأ في موضوع شوي تشير طيب إحنا إحنا طبعا تحدثنا المرة اللي فاتت عن التأسيس وأهم القادة والزعماء اللي مروا على الحزب وتنقل الحزب في الانتخابات البرلمانية واليوم واليوم إحنا سؤالنا المفتاحي دائما اللي أحيانا يلخص أفكار الحزب جميحة ويحدد توجهاته فدعونا نبدأ بالأستاذ حسن حول أفكار الحزب أستاذ حسن في التعليم في الخارجية في ارتباطاته مع الولايات المتحدة في مواضيع الحجرة واللجوء ومواضيع البيئة هذه المواضيع المختلفة ما هي أفكار الحزب فيها الحزب كما تحدثنا في الأسبوع الماضي هو حزب تقدم ديمقراطي وهو ديمقراطي اجتماعي وهو في نفس الوقت حزب قومي استقلالي في كيبك وهذين المحوران على هذين المحورين تقوم سياسات الحزب وأفكار الحزب يعني نزعته القومية ومحاولاته أو عمله من أجل استقلال كيبك يدفعه إلى نوع من التقوق ونوع من التخوف من المهاجرين وسنبحث هذا بتفصيل أكثر فيما بعد إن شاء الله خلال هذه الجلسة أما من ناحية الاجتماعية فهو حزب تقدمي واجتماعي هو حزب ديمقراطي واجتماعي أفكاره لا تتعد كثيرا عن حزب الديمقراطي الجديد يعني سواء من ناحية البيئة أو من ناحية البرامج الاجتماعية من الناحية الثانية من الناحية السياسية الخارجية هو حزب يميل أكثر تماما كذلك كالحزب الديمقراطي الجديد إلى حيادية كندا في المجتمع الدولي وإلى الدور الإيجابي الذي بإمكان كندا أن تقوم به في المجتمع الدولي كما لاحظنا مثلا في حرب الخليج كانوا يعارضون دخول كندا في في التحالف الأمريكي في حرب في غزو العراق من الناحية الأخرى موقفهم من القضية الفلسطينية أكثر تقدما من كثير من الأحزاب الأخرى إذا استثنين حزب الخضر حزب الخضر أكثر تأييدا للقضية الفلسطينية من الكتلة الكيبكية ولكن حزب الخضر ليس عنده تأثير كبير في البرلمان لمجرد يعني هذا أكثر عدد عنده من النواب هم ثلاثة اليوم بينما حزب الكتلة الكيبكية في أحد الفترات كان عنده 54 عظمى في البرلمان وشكل المعارضة الرسمية يعني عنده تأثير أكثر في البرلمان وكشاهد على ما نقول بالنسبة للقضية الفلسطينية منذ أيام أو ربما أسابيع كان هناك عريضة توقع من قبل النواب ليطالبوا بالحكومة الكندية بمعارضة مشروع ضم الأراضي الفلسطينية المشروع الذي قام به نتنياهو مدعوما بصفقة القرن التي اتتفقها هو وترامب عليها لاحظنا من خيبة النواب الثلاثة من الحزب الخضر وقعوا العريضة جل إن لم يكن كل لم أتأكد بالضبط العدد للأخير إما جل نواب الكتلة الكيبكية أو كل نواب الكتلة الكيبكية عدد كبير من الديمقراطيين الجدد من الليبراليين عدد ضئيل جدا جدا نائب واحدة أو اثنين برغم أن من المسلمين والعرب في الحزب الليبرالي عدد كبير لا بأس به ولكن سياسة الحزب لم يستطيعوا أن يوقعوا إما هم هم لم يريدوا التوقيع والحزب رفض أن يوقعوا لا أدري ولكن نعرف نحن من النتيجة أن الحزب الخضر الثلاث نواب وقعوا الديمقراطيين جديد عدد كبير الكتلة الكيبكية عدد كبير الليبراليين فقط اثنين أتصور والمحافظين لم يوقع أي واحد منهم يعني هذا يدلنا مواقفهم من القضية الفلسطينية والقضية والقضايا الدولية بشكل عام من ناحية التحالف مع الولايات المتحدة طبعاً هم يعارضون اندماج السياسة الكندية مع السياسة الأمريكية يحاولون دائماً أن يكون عندهم يكون لكندا نوع من الاستقلالية التحيز الذي يظهره تظهر حزب الكتلة الكيبكية كالحزب البرتي كيبكوا داخل على صعيد المقاطعة بما أنهما حزبان يسعيان لاستقلال كيبك بس عشان يكون واضحين في حزب اسمه بلوك كيبكوا وفي حزب اسمه بارتي كيبكوا طبعاً البرتي كيبكوا على الصعيد الاقليمي على صعيد المحافظة أو البروميس وشكل الحكومة عدة مرات هذا الحزب وأجرى استفتاءين واحد عام 1980 وواحد 1995 للحصول على الاستقلال أو على الأقل لتفويض من الشعب ليفاوض الحكومة الفيدرالية حول تقليقة الاستقلال لتحقيق الاستقلال الكيبكي البلوك كيبكوا يعتبر نفسه أنه ممثل القومين الكيبكيين في البرلمان الفيدرالي يعني البلوك كيبكوا أو الكتلة الكيبكية لا تستطيع أن تحقق استقلال الكيبك ولكن هي تقول سنكون نحو صوتكم في البرلمان عندما يقرر الشعب الكيبكي الاستقلال طبعا المعركة ستنتقل إلى البرلمان الفيدرالي وسنكون نحن في الميدان وفي عام 1995 في الاستفتاء الثاني كان ليشان بوشار الزعيم المؤسس للكتلة الكيبكية كان أحد الزعماء الثلاثة الذين قادوا معركة الاستفتاء الاستفتاء العصول على التفويد لتحقيق استقلال كيبكي إذن نزعته الاستقلالية تدفعه إلى الاتساق خارجيا بالسياسة الفرنسية بالسياسة الحكومة فرنسا لأنهم يعتبرون أن كيبك عندما ستستقل ستكون جمهورية فرنسية في أمريكا الشمالية وطبعا يريدون أن تكون فرنسا أول المعترفين بهذه الجمهورية هذا من الناحية الخارجية أما إذا إذا تركنا مسألة العلاقة بين كيبك أو العلاقة بين كندا وفرنسا مواقفهم مواقف تقدمية ومواقف نوع من الحياة الإيجابية نعود لمسألة المهاجرين هم تقدمين بشكل عام يعني عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وكل ما نريد ومن نطالب به كمهاجرين هم تقدميون ولكن أين هي المشكلة التخوف من أن تصبح الكيبكي الفرنسي أقلية في كيبك تدعى لهم يخافون من الوافدين من الخارج يعني فيما مضى كانت كيبك تشكل حوالي ثلث السكان الكنديين الآن هي الربع وإذا استمر الوضع كما هو هم بتضاؤل يعني عدد الانجليز أو عدد الكنديون غير الفرنسيين يزداد وعدد الفرنسيين أو الثقافة الفرنسية يتناقص وبالتالي عندهم نوع من نزعة الدفاع عن النفس من هنا يحاربون إدخال مهاجرين جدد يعني كان عندهم موقف متشدد جدا من دخول اللاجئين في جنوب الولايات المتحدة إلى كندا دائما هم طبعا يعارضون زيادة عدد المهاجرين فيما مضى كانت سياستهم تلتصقوا التصاقا كليا بالبرتيكي بكوة صعيد المقاطع لأنه كان هو فارس الميدان بالنسبة للدفاع عن حقوق فرنسيين والمطالبة باستقلال كيبك أما الآن الذي يركب الفرس والذي هو يتزعم أو يقود القوات القومية أو الوطنية في كيبك هو فرانسواليجو مع تحالف من أجل مستقبل كيبك وبالتالي لبلوك كيبكوة سياسته ويعتبر نفسه وكأنه ممثل الكاك في أوتوا لسببين أولا أيديولوجيا هو متسابه في الفكر مع الكاك هو أيديولوجيا يتقارب من الكاك وإن كان الكاك إلى اليمين أكثر من بلوك كيبكوة ولكن قوميا وسياسيا يتقاربان وهناك قضية نفعية لأن الكاك شعبيته قوية جدا في كيبك وبالتالي لبلوك كيبكوة يريد أن يستفيد من هذه الشعبية يعني نحن نذكر في عام 2017-2018 يعني كانت حضوض البلوك كيبكوة حضوض يعني وكأنه كيس يمحى من الخريطة نذكر نحن في انتخابات قبل 2013 ستصور كان عندهم مجرد ثلاث نواب وفي 2015 أصبح عندهم عشر نواب وكانوا يعني كل استطلاعات الرأي تشير أنهم سيتم محوهم من الخريطة لأن الناس كانوا يقولون ماذا تفعلون في أوتوا إذا كنتم استقلالين تعالوا إلى كيبكوة ولكن في الانتخابات الأخيرة بسبب قوة الكاك وبسبب التصاق البرنامج الانتخابي للبلوك كيبكوة مع الكاك أحرص تقدم كبير في كيبك وكانت دعايته مثلا الدفاع عن العلمانية الدفاع عن فصل الدين عن الدولة كل ما كان يدافع عن الكاك على صعيد المقاطعة كانوا يدافع عنه البلوك كيبكوة على صعيد الاتحاد الكندي هذا بشكل عام وبما أن البلوك كيبكوة ليس له أي حدود وليس له أي طموح ليصل إلى السلطة في كندا يعني بإمكانه أن يعارض كما يشاء ولكن الحق يقال بشكل عام نرى أن معارضتهم في البرلمان الفيدرالي إلى حد ما إن لم نقترب من قضايا العنصرية وقضايا المهاجرين ترى أن مواقفهم لا بأس بها من الناحية المحاولة على المحافظة على التوازن داخل البرلمان ويحاولون من خلال احترامهم للقواعد الديمقراطية داخل البرلمان أن يحصلوا على أكثر أكبر عدد ممكن من المكاسب لمصلحة كيبيك يعني يناولون دسل الدكتور نور عشان بس يركزنا على الموضوع هذا بما أنه هو حزب فيدرالي ولكن هو يبثل مقاطعة فقط وهو موجود بس في مقاطعة كيبيك كيف تأثيره على التعليم الصحة الأشياء الثانية اللي مفروض الحكومة الفيدرالية تركز عليها سواء فيدراليا هل في له تأثير أم بس تأثيره فقط بيجيب منافعه لمقاطعة كيبيك يعني كما أشارنا في الحلقة السابقة لا يمكن التكلم عن حزب الكتلة الكيبيكية البلوك كيبيك وا من دون إلصاقه وعادة الهيطة الكاملة بالنسبة للفارتي كيبيك وا أو حزب كيبيك في المقاطعة كيبيك الفارتيك كيبيك وا كان تداول السرطة مع الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبيك على مستوى المقاطعة للمرة الأولى في تاريخ كيبيك يربح محالف مستقبل كيبيك الكاك والتونت من كيبيك بزعامة الجوب الصوق لكن في كل السنين التي سبقت كانت الحكومة كانت الحكومة دائما من حزب من الحزب الليبرالي أو من حزب البرتي كيبيك وا حزب بلوك كيبيك وا منذ نشأته في التسعين كان هدفه الوحيد عندما تستقل كيبيك لن يكون هناك وجود لهذا الحزب على المستوى العام في الفيدراليات الكندية سيعود أو سينحل ذلك الحزب وسيعود أدراجه إلى كيبيك عندما تصبح كيبيك دولة مستقلة داخل حزب البلوك كيبيك وا تغيرت الأمور على عدة مستويات القشة التي قسمت ظهر البعير كانت في العام 1995 عندما حصل الاستفتاء وخاصة إلى الكيبيكيون الكيبيكيون في جلهم كانوا تقدميين بالنسبة للقادمين الجلد كان مواقفهم مميزة جدا لكن جاك باريزو كان قد أشار بالبنان في العام 1995 إلى أن أصوات المهاجرين في مونتريال هي التي قلبت الكفة لمصلحة عدم الاستقلال في كيبيك وهذا وكان ذلك الإعلام بمثابة مناكفة مع القادمين الجدد والبعض أصبح في التحليل فيما بعد يقول أن هذا الحزب لا يحب موضوع القادمين الجدد حزب الباردي كيبيكوا والبلوك كيبيكوا كان يدعمه أيضا بموضوع القادمين الجدد نحن نعلم في كندا أن اليميغريشن كندا كلها عند دائرة واحدة أما كيبيك هي التي تختار المهاجرين إليها وباختياراتهم كانوا أكثر إنسانيين في بعض الأحيان من الحكومة الفيدرالية ركزوا على قضايا اللجوء ركزوا على قضايا البرامج الخاصة التي تأتي بالمهاجرين من مناطق الحرب دعمهم للغة كان دعم مميز لدمج القادمين الجدد لا يوجد في أي مقاطعة تعليم مدفوع للغة الفرنسية أو للغة الإنجليزية إلا في كيبيك في كيبيك المهاجر الجديد لمدة خمس سنوات يمكنه أن يذهب إلى المدرسة وإذا قادم قيمته 800 دولار بالشهر مقابل أن يدرس الفرنسية فقط مثلا يعني كان من حيث الاعتراف بالشهادات من الخارج مقاطعة كيبيك وضعها أحسن من أكثر المقاطعات الأخرى وذلك يعود إلى النقابات الكيبيكية التي كان يدعمها حزب الفارتي كيبيك وجاء الكثير من البلوك كيبيك من النقابات مثل جلد وست مثلا هم يعملون دائما إلى دمج اللاجئين أما بالعودة إلى العلاقة الموجودة اليوم بالنسبة للبلوك كيبيك والكواليسيون ابنية كيبيك أو مستقبل تحالف مستقبل كيبيك بزعامة فرانسوالي جو على مستوى المقاطعة هو تحالف نفعي أكاد أن أدعم ما قاله زمية حسن في النقطة الثانية هو تحالف نفعي لوجود تقاطعات اليوم في السلطة البرتي كيبيك هو اليوم في المرتبة الرابعة في كيبيك بعد الكاك والحزب الليبرالي والكيبيك سوليدير الذي له نزعات انتصالية أيضا فأولا إعلان كيبيك سوليدير أنه هو حزب استقلالي أيضا سحب البساط من تحت حزب البرتي كيبيك وأن البرتي كيبيك هو ليس الحزب الوحيد الذي يطالب باستقلال كيبيك هناك حزب الكيبيك سوليدير أيضا والحزب كيبيك سوليدير اليوم متقدم على الحزب البرتي كيبيك ولديه دعم كبير من الشباب يعني أرقامه عالية جدا من الشباب وله مستقبل كبير في كيبيك أيضا بالنسبة إلى دعمه للبيئة الحزب البلوك كيبيك كان قد مني بهزيمة كبيرة في العام 2011 عندما صعد النجم جاك ليتون في كيبيك وذهب من نائب 1 إلى 59 نائب الحزب البلوك كيبيك رضح أربع نواب فقط ومن بعدها عندما طردت ماريا مورانيا واستقال أحد النائبين كان له نائبين في العام 2013 وفي العام 2015 فصلوا زعامة الحزب عن رئاسة الحزب كان قد انتخذ ماريو بوليو ليكون زعيما ورئيسا للحزب لكن الحزب لم يكن جيدا باستطلاعات الرأي كما أشار حسن كان الكثير من الناس يقولون أنه سيمحى من الخارطة السياسية عادوا بجلد ليقودهم إلى الانتخابات وارتأوا بفتوى إلى أن يفصلوا زعامة الحزب عن رئاسة الحزب وبقي ماريو بوليو في رئاسة الحزب وقادهم كزعيم للحزب جلد سب رفع أسهمهم إلى عشر نواب من أربعة نواب سابقا ولم يكن السيد جلد سب ليربح مقعده خسر مقعده للمرة الثانية واستقال مجددا لكنه عاد إلى الحياة السياسية من الخلف فهو كان أحد المنظرين الذين دعموا إي فرانسوا بلانشي الحالي زعيم الحزب الحالي وليس كذلك فقط ترشح ابنه ابن جلد سب هو اليوم نائب عن حزب الكتلة الكيبيكية وبالنسبة للقرار الذي أضاف إليه زميدي حسن عن دعمه للقضية الفلسطينية وبالنسبة لإمضائهم على عدم الضم أو ضد قرار الضم كان ماريو بوليو و إيف فرانسوا عفوا و استيفان برجرون وهو وزير الخارجية في حكومة الضل في البلوك كيبيك وابن جلد سب النواب الثلاثة مضوا عن كامل الحزب بقرار تفويدي من زعيم الحزب أن كل حزب الكتلة الكيبيكية البلوك كيبيك دون استثناء بنواب الثنين وثلاثين هم ضد قرار الضم وهو الحزب الوحيد علمان أن حزب الاندي بي 22 من 24 نائت في الاندي بي صوتوا شخصيا أو مضوا شخصيا على هذا القرار لكن الحزب الكتلة الكيبيكية جاء بقرار رسمي بثلاث نواب بينهم وزير الخارجية في حكومة الضل بتفويض عن زعامة الحزب بأن الحزب بكل نواب الاثنين وثلاثين هم ضد هذا القرار دكتور نور أنا في عندي سؤالين أبدأ بالسؤال الأول لحضرتك وبعدين أنتقل بالسؤال الثاني لأستاذ حسن يعني من خلال الشرح الذي شرحت لها يظهر لنا أنه في عاملين مهمين يحددان وجهة الحزب العامل الأول ربما التراث الفرنسي أو الثقافة الفرنسية والتاريخ هذا والإرث خلينا نسميه والعامل الثاني اللي هو موضوع الانفصال ليش بنشوف الحزب يدعم القضايا الفلسطينية وأخذ قرار ضد ضم الأراضي الفلسطينية وأخذ هذا القرار بالإجماع كما تفضلت لما بتمفي أخذ قرار بالإجماع معناته في أيدولوجيا ورى الموضوع وأيضا إحساس بالتزام مبدئي إذا كان الحزب انفصالي فهل هذا له دور لعب دور وإذا كان الحزب إرثو فرنسي وإحنا يعني حقيقة فرنسا مش هديك العلاقة الحميمية بين القضايا العربية الفلسطينية فوين العامل اللي لعب دور أساسي في هذا الموضوع وأسمح لي أتوجه بالسؤال الثاني قبل أن تجيبني إلى الأستاذ حسن سؤالي للأستاذ حسن بالنسبة للحزب وهذه المواقف التي كانت لصالح القضية الفلسطينية ماذا فعل العرب الكنديون في كندا لتثمين هذه المواقف عند الحزب وهل كان لهم أي أنشطة أو علاقات مميزة تدعم في هذا الموقف لا أريد أن أطل في السؤال فالإجابة بالتأكيد ستكون أطول من سؤالي فتفضل دكتور جمال دكتور هذا السؤال بالكندي اسمه دبل 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 فتفضل سؤال مهم جدا على أصل الدبل دبل الحقيقة هو الموضوع ليس إيديولوجي بالنسبة للحزب كان دائما حزبا يدعم كل ليس فقط في فلسطين كل المستضعفين في أماكن كثيرة بالأرض بالنسبة لسياسته التاريجية ربما الشعور بالغبن لأن الفرنسيين في كندا كانوا دائما يشعرون بالغبن وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وأن حياتهم في تهديد وأن العاداتهم وتقاليدهم ولغتهم كانت دائما في تهديد وكما أشرنا في حلقات سابقة عن القوانين التي جاء بها الحماء الثلاثة جيرار بلاتي ومارشان جون مارشان وبيير إليو ترودو إلى الحكومة الفيدرالية لدعم كيبك كل الحركة التي قامت بانفصال كيبك علما أن رينالي بك كان ليبراليا سابقا عندما قام بالحركة الانفصالية كان هو الشعور بالغبن وعندما يرون أن هناك تعبا يشعر بالغبن يكون هناك تعاطف هذا ليس تحليلا من جانبي بقدر ما هي معلومات من خلال لقاءات عبر السنين مع النواب من الكتلة الكوبكية جيل دوساب واحد منهم ريشار ندوب الذي كان من أشد الداعمين لفلسطين وهو ذهب إلى فلسطين وعندما عاد من فلسطين قام بتقرير وطرحه طلب جولة في اجتماع مجلس الكتلة الكيبكية من 54 نائب وقام بعرض لبريزنتيشن كامل أو تقرير كامل عن زيارتي إلى فلسطين وطرحها مع كل نواب الكتلة الكيبكية ومن ثم إلى المدارس وكان دائما العمل بشعور الغبن نفس الكلام أعاد لنا نائب رئيس اللجنة العلاقات كندا فلسطين البرلمانية ماريو بوليو والذي هو من أكثر المدافعين عن فلسطين الموضوع ليس ايديولوجيا لأن كان هناك مثلا أحد صقور اللوبي الإسرائيلي أو الصهيوني في كندا كان نائبا في البلوك كيبك وريشار منسو وحاليا اليوم يرئي رأس منظمة يهودية كندية هذا العمل دفع بالكثير من أعضاء البلوك كيبك لأن يكونوا في اللجنة العلاقات البرلمانية الكندية الإسرائيلية فمثلا هناك 19 من 32 نائب هم أعضاء في هذه اللجنة علما أن بعضهم يؤيدون فلسطيني ولكن هم يؤيدون السلام وهم يريدون تحقيق العدالة في الشرق الأوسط ومن ضمنها حقوق الشعب الفلسطيني دون أن يكون لديهم مواقف حازمة بالنسبة ل الكنيان الإسرائيلي فهذه هذه أمور يجب أن توضع في ذلك النصاف هذا هو الأساس اليوم اليوم عندما نرى حزب البرتي كيبكوا حزب ضعيف البلوك كيبكوا يريد أن يقوي علاقته في كيبك ويريد أن يتعامل مع حكومة كيبك لمصلحة كيبك أيا كانت تلك الحكومة واليوم أن علاقتهم مع فرانسواليجو هي لمصلحة كيبك قد تكون علاقة نفعية في بعض الوقت لمصلحة كيبك علما أن فرانسواليجو وحكومته يعتدون بأنهم حزب يميني محافظ هم أقرب إلى الكنزيرباتف من أي شيء ماذا لكن وعندما أعلن سيد شير زعيم حزب الكنزيرباتف تحنيئته لفرانسواليجو أنه هو حزب محافظ كان فرانسواليجو واضح جدا أن أنهم حزب محافظ طبعا لكنهم محافظون كيبكيون وأن ما يكون في كيبك كحزب محافظ هو ليس كأي حزب محافظ لأن هناك ثوابت في كيبك مثلا بالنسبة للبيئة البيئة تحتل حيزة متقدمة في كيبك أكثر من أي مقاطعة أخرى ولا يمكن لأي حزب في كيبك مثلا تجاوز أمور الدفاع للبيئة أيا تكون الأوديولوجية أو عقيدته من يسار إلى يمين إلى وسط لبرالي محافظ انفصالي الكل مثلا يقفون في موضوع اللغة الفرنسية كذلك الأمر بالنسبة لأمور العدالة الاجتماعية علما أن اليمين في كيبك كان قد حذى أو تخطى المألوف بالنسبة لشرعة الحقوق الكندية مثلا بموضوع القانون 21 كيبك كما كندا هي مقاطعة ودولة علمانية لكنها علمانية تقدمية ترعى مصالح مواطنيها وتحترم الإرث والاختلاف ككل وأن ثورة العلمانة في كيبك تزعت على الكنيسة منذ القدم عندك أكثر من 85% من سكان كيبك هم كاثولوكيون لكن الذين يذهبون إلى القنائس أقل من 2% ولذلك ترى آلاف الكنائس معروضة للبيع في مقاطعة كيبك أما بالنسبة للقانون 21 فهو بالكثير من الكيبكيين العلمانيين يقولون عنه أنه قانون عنصري وأن الحكومة كانت قطة نرجع نفرد نقطة خاصة لقانون 21 ونرجع للأستاذ حسن في السؤال الثاني في موضوع ماذا قدم المجتمع العربي في العلاقة مع حزب المتركيبيين طبعا قبل أن نجيب عن هذا ملاحظة صغيرة لا لأعارض أخي دكتور نور ولكن لأضيف أن المسألة بالنسبة للبلوك كيبيكو والبرتي كيبيكو هي مسألة عقائدية هم يعتبرون أن أنفسهم هم حركة تحرر وطني ويعتبرون أن القضية الفلسطينية أيضا هي حركة تحرر وطني ومن هنا ومن هذا الباب كانوا يتضامنون مع قضية فلسطين وهذا قبل تأسيس البلوك كيبيكو يعني في السبعينات قبل أن يصل البرتي كيبيكو إلى السلطة وبعد أن وصل إلى السلطة كان هناك تعاون وثيق مع الجالية العربية بشكل عام أنا أذكر هناك مؤسسة كانت جمعية تعمل لقضايا تصور على الدكتور نور يذكرها مكتب كيبيكو كان في مركز الانتحاد النقابات وكان زعماء النقابات الذين بشكل عام كانوا استقلاليين كانوا يدعمون القضية الفلسطينية دعما تاما وكانت هناك زيارات لمخيمات الفلسطينيين في بيروت وفي عمان وفي كذا خلال الحرب الهلية اللبنانية كان دعمهم دعما كبيرا بهذا الموضوع أما الذي قامت به الجالية العربية بشكل عام فيما مضى كان الكثير من العرب ينتمون للحزب الكيبيكي أو يتعاملون مع الحزب الكيبيكي بنفس المبدأ قضية التحرر الوطني وكانوا يشعرون أننا مظلمون أننا كجالية أو كعرب حتى كعرب في البلدان العربية نواجه الاستعمار أو السيطرة سيطرة ما بعد الاستعمار ويجدون أن الكيبيكيين هم حلفاؤنا في هذه المعركة في طريق التحرر حتى أنه عندما فرضوا اللغة الفرنسية كلغة رسمية وحيدة في كيبيك كان الكثيرون من العرب من المناضلين العرب أو النشطين العرب هناك يقولون كما أننا نحن نرفض أن تكون اللغة الفرنسية لغة رسمية في الجزائر كذلك نرفض أن تكون اللغة الإنجليزية لغة رسمية في كيبيك يعني كان هناك التعاون هذا التعاون تلقت صفعة قوية كما تفضل الدكتور نور في استفتاء عام 1995 استفتاء 1995 يعني شعر القوميون الكيبيكيون أنهم وصلوا قابق أو سين أو أدنى من النصر ومن تحقيق الاستقلال ولكن كانت أصوات بشكل عام أصوات الوافدين للجدد مخيبة لأمالهم الوافدون للجدد بشكل عام يعني كان دائما صراع العقل مع الروح أو مع القلب يعني من ناحية هو خرج من مكان في حروب وفي عدم استقرار وفي معارك وكان وكان مؤيدو الاتحاد الفترالي أو الوحدويون يرحول أنه إذا كان إذا استقلت كيبيكي ستكون ف certa عدم استقرار وقد تكون هناك عونف وقد يكون هناك خطورة وكذا كان الوافد الجديد سواء كان عربيا أو غير عربي كان يقول أنا تركت بلدي أديتي إلى هنا للاستقرار يعني كما يقولون عندنا في لبنان من تحت الدلف إلى تحت المزراب وبالتالي كانوا يخافون من هذه النقطة ما الذي حصل ليلة الاستقلاء ليلة الاعلان عن نتاج عشية في عام 1995 كان باريزو ثملا وغاضبا وكان هو كان يتصور نفسه أنه في اليوم التالي سيكون أول رئيس للجمهورية الكيبكية وكانت النتاج مخيبة لأماله وخسرة على بعض الأصوات بسبب بعض الأصوات يعني الذين صوتوا ضد مشروع الاستقلال كانوا حوالي 50.4% والذين صوتوا في أو 50.5 يعني والذين صوتوا معك 49.5 يعني الفرق كانوا 1% فتحت تأثير الكحول وتأثير الغضب طبعا أطلق باريزو جملته الشهيرة أننا خسرنا بسبب الصوت الإثني والصوت المالي يعني انتبر أن المهاجرين هم الذين طعنوا علم الكيبكين بالاستقلال ورؤوس الأموال كذلك هنا هذه الكلمة أثرت تأثيرا كبيرا حتى في الجمهور الجمهور الذي كان يحضر حتى أعضاء بارتيكي بيكوة وعضاء بريكي بيكوة الذين ناضلوا في سبيل الاستقلال كانوا موجودين في القاعة عندما سمعوا باريزو يوجهوا لهم مصابع الاتهام ويتهمهم إلى حد ما بالخيانة شعروا أنهم مرفضون مرفضين يعني إذن فأدأت وقال باريزو إضافة لكلمته قال على ماذا خسرنا خسرنا على بعض أصوات الإثنية وبسبب وجوز الأموال سنشمر عن ساعدنا وسنعتمد على أنفسنا فقط وفي الحلقة وفي المرة القادمة سنفوز بالاستقلال بدون الآخرين وبالتالي الكيبيكي الجديد الوافد الجديد الذي كان يناضل من أصل استقلال الكيبيكي شعر أنه غير مرهوب فيه يعني عندما يقول فاريزو نحن سنفوز بالاستقلال بدون الآخرين شعر أنه يعتبر من الآخرين بعد أن كان يعتبر نفسه كيبيكيا ككل الكيبيكيين الآخرين من هنا بدأ الناس ينسحبون أنا أعرف كثيرين من الناس الذين مزقوا بطاقة تنتسابهم للحزب الكيبيكي وأرسلوها للحزب الكيبيكي وقالوا لهم كنا مضللين وهناك من قال نحن كنا في الحزب الكيبيكي أيام رينيلي فيك ولكن الآن لم نعد نجد لنا مكانا في الحزب الكيبيكي ولكن هناك حتى الآن هناك محاولات من البرتي كيبيكيو ومن البلوك كيبيكيو لاستقطاب الجالية من الجديد ولكن عندهم صعوبات كثيرة كما قلت قضية طوق الوافد الجديد للاستقرار وقضية أخرى النزعة النزعة يعني هناك هناك شفيون يعني لا نكتب على أنفسها هناك شفيون وعنصريون داخل هذه الأحزاب هناك تقدميون كثير كجيل دي الساب كرينيلي فيك وبإمكانها النسب الكثيرين ولكن كذلك هناك بعض العنصريين الذين يحاولون دفع الحزب باتجاه الشفينية والعنصرية وهذا ما يزعج الكثيرين بينما من الأشخاص من الأصوات المعروفة داخل بلوك كيبيكوا ولا أدري إن كان يسمعنا الآن أم لا حركات إسماعيل أتصور أن الدكتور نور يعرف حركات إسماعيل حركات إسماعيل هو مسؤول مكتب مكتب ماريو بوليو نعم ماريو بوليو ماريو بوليو هو رئيس مكتب ماريو بوليو حركات إسماعيل هو مثقف أخ مثقف وكاتب مغربي وهو ابن مؤرخ مغربي إبراهيم حركات التي توفي منذ عدة أيام وعدة سابيع إذا كان يسمعنا نقدم له العزاء من جديد مع أني قدمت له العزاء شفهيا ولكن نقدمه العزاء من جديد ونترحمه على والده حركات كإسمه حرك ونشيط ويعمل لدعم قضايا الجالية بفكره وبوقته ولكن يبقى الصوت العربي داخل بلوكي بيكوا صوت ضعيف صوت قليل كما قلنا بسبب توق الوافدين الجدد بشكل عام للفاوز للإستقرار هناك قضية أخرى من الأمور التي كانت تدفع العرب وكثير من الجدد لدعم الكيبيكيين قضية الاستقرار الكيبيكية أذكر حتى عندما أتيت أنا إلى هنا أنا أتيت عام الأربع وسبعين لتجد وظيفة في كيبيك حتى في كيبيك يجب أن تعرف الإنجليزية إن لم تكن تعرف الفرنسية ليس هناك مشكلة ولكن يجب أن تعرف الإنجليزية وبالتالي شعر الكثير من الكيبيكيين أنهم هم أقلية في كندا وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سيصبحون أقلية في كيبيك أيضا لذلك أرادوا أن يدافعوا عن ثقافتهم ولكن كما يقولون لكل فعل ردت فعل ومساوية ومعاكسة في الاتجاه ولكن ببعض الأحيان تكون ردت الفعل أكثر من الفعل لنفسه فكانت هذه قضية الحفاظ على الهوية والحفاظ على الثقافة الكيبيكية دفعت بعض الوطنيين الكيبيكيين للذهاب أبعد مما يجب وهذا ما أبعد عنهم مؤيديهم ومناصريهم من اللاتنيات الأخرى وأخص بالذكر العرب يعني الوافدين من العالم العربي قد يكونوا عربيا أو أمازيجيا أو غير ذلك والمواطنين من أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية كما نعرف في تلك الفترة في فترة السبعينات كانت تعيش موجة من الطوق للحرية والتحرر وكان هناك ثورات إما اجتماعية أو سياسية وحتى بعض أحيان ثورات عسكرية في أمريكا اللاتينية وكان أذكر أنا كان هناك لاجئون كثيرون من تشيلي من السلبادور ومن نيكاراك وكانوا هنا وهنا الناس كانوا بما أنهم كانوا يعادون الأمبريالية الأمريكية وحركة وحركة الاستقلال الكيبيكية كانت تعادي الأمبريالية أيضا فوجدوا قضية نفعية وقضية إيديولوجية وكانوا يعملون مع الحركات الانفصالية في كيبيك ولكن كما قلت خطاب خطاب باريزو خفف كثيرا من زخم هذا التعام رينيليفيك كان يقول أن كل من عاش على أرض كيبيك وتنفس هواء كيبيك يعتبر كيبيكيا كائنة ما كانت وصوله وكائنة ما كانت ديانته والذي فعل أنهم حاولوا أن طبعا كما قال الدكتور نور أن كيبيك هي المقاطعة الوحيدة التي لها كلمتها في اختيار اللاجئين اختيار المهاجرين في التسع في المقاطعات الكندية الأخرى الاتحاد الحكومة الاتحادية هي الوحد التي تختار المهاجرين في كيبيك يجب أن تشارك الحكومة الكيبيكية في الاختيار وكانوا يختارون الذين الناطقين بالفرنسية ليعززوا الثقافة الفرنسية ولكن غاب عن بالهم أن ليس كل من نطق الفرنسية كان فرنسيا فوجئوا بموجة كبيرة من الفرنكوفون من الناطقين بالفرنسية يأتيون من أفريقيا الشمالية والنساء عليهم العجاب والرجال يرتدون المساجد وجدوا أنهم إذن كان الخطر فيما ماذا كان الخطر عدم الكلام بالإنجليزية بالفرنسية أما الآن أصبح هناك خطر جديد وهو الدين فبدأت ردة فعل أخرى للمحافظة على الثقافة الكيبيكية فأصبحت الآن قضية العلمانية واستقلال الدولة من الدين وهي أصبحت كما يقولون بالعربية بحزاعة ليحاولوا من جديد الحفاظ أنا عارف أنت وين بدك توصلنا بس أنا بدي يعني أسلط الضوء شوي لأنه هذا الموضوع لا نستطيع أن نخرج من كيبيك بدون ما نتحدث عنه ودور البلوك كيبيكوة في البيل 21 القانون 21 يمنى للناس اللي ما بتعرفه أو مش عايشين في كيبيك أو ما سهموا عنه هو يمنى ارتداء أي سيمبل أو أي شرمس يمثل الدين بما فيه الحجاب العمامة العمامة تبعت السيخ الصليب أي شيء فيه رمز يمثل دين منعته الحكومة للموظفين صحيح؟ طبعا لا ما كل الموظفين موظفين الذين لهم سلطة على الآخرين أوكي يعني فرضا إذا كنت موظفا وتعمل فرضا في كافيتيريا في شركة أو تعمل حارسا أو كذا ليس عندك سلطة على الآخرين بينما إذا كنت مدرسا أو إذا كنت قاضيا عندك سلطة أو شرطيا عندك سلطة على الآخرين وبالتالي يريدون ألا تمارس ألا يكون هذا الرمز ديني وسيلة لفرض نوع من الاستبداد أو التسلط الديني على المواطنين هذا ما أقولون هل هناك تكتل أو تجمع لأنه اللي تضرر فيه ليس فقط المسلمات طبعا لأنه المسلمين الرجال لا يوجد عندنا زي يشبهنا النساء النساء الحجاب واليهود مثلا عندهم الكابة السيخ عندهم العمامة فهل هل هناك تجمع الآن في كيبيك ضد هذا القانون من أصحاب الديانات التي تأثرت طبعا هناك تجمعات عديدة هناك تجمعات عديدة من المتضررين بشكل عام ونحن كمسلمين بشكل عام أنا واحد من الناس الذين أحث الإخوة والأخوات ألا يكونوا في رأس الحرب حتى لا يستفرد المسلمون ويقول أن مجرد أن المسألة ما بين المسلمين وحكومة كيبيك لا هي مسألة وليس مسألة دفاع عن الإسلام أو دفاع عن المسلمين هي مسألة دفاع عن شرعة الحقوق والحريات الكندية والكيبيكية وشرعة الأمم المتحدة والدفاع عن حقوق المواطن كائنة ما كانت ديانته وكائنة ما كانت أصوله العرقية هناك تعالفات ما بين السيخ واليهود والأورتودوكس والكاتولي يعني من الجميع وهناك أنشطة تقوم حتى هناك دعوة أمام القضاء الآن لقول أن هذا القانون يخترق الحقوق الدستورية ونحن ننتظر قرار المحكمة في هذا المجال تسمح لي بس دكتور نور أنا بدافع أبحث فقط في قانونية المسألة يعني هذا أمر إحنا بمفاهيمنا نعتبره كسهم الذي جاء في قلب الحريات ودائما في كندا نتحدث عن الحريات وخاصة الحريات الشخصية فأين هو المبرر لوجود مثل هذا القانون الذي نراه يعني يخل في كل مفاهيم الحريات هذا أمر الأمر الآخر التفرق بين الرمز وتعريف الرمز لأنه ربما يأتيني أحدهم يقول صلاتك هي رمز ربما يأتيني أحدهم ويقول يعني مجرد أنك تكتب كتابات معينة هي تكون رمز كلمة الرمز فضفاضة في عرف المسلمين مثلا التي تلبس الحجاب هي ترى الحجاب ليس رمزة ترى الحجاب واجبا ترى الحجاب فرضا وأنا سمعت من إخواننا المسيحيين أنه لبس الصليب حتى عند المسيحي لبس الصليب في بعض الأحيان لا يكون أمر اختياري وإنما يكون أمر جزء من دينه فالتفريق بين كلمة رمز ليس له شعور بالفرضية والفرض الذي يعتبره جزءا من دينه وركن من دينه هذان الأمرين الحرية والتفريق في مفهوم الرمز أين دور نسميها القيم الكندية مع اختيارات المقاطعات في هذا القرار وهذا القانون سؤال مهم جدا أولا بالنسبة لهذا القانون الرمز كان واضح بتعريفه أنه هو الرمز الشكلي على الجسد يعني الحجاب أو القلونسوة أو العمامة كل هذه الأمور كانت من الرموز ليس ما يقوم به الإنسان من صلاة أو صوم أو أي شيء آخر الموضوع الثاني كان هناك في نقطة عن الموضوع أنه لا يحق للبابا بابا روما أن إذا زار كيبك والذي فيها أكثر من 85% من سكانها من الكاتوليك لا يحق له أن يزور مركز البرلمان وإنما هو يزور مركز البرلمان في كل دول العالم كزاء الرسمي مثلا أو لا يحق لجاجميت سينك مثلا إذا فاز برئاسة الوزراء الكندية أن يزور مخاطعة كيبك أو أن يزور المؤسسات الرسمية في كيبك يعني هذا كان فيه مغالات بطرح على الموضوع الموضوع كان سياسي بحت وكان طرحه كمشروع ذات شعبية كيبكية هو الذي جعل الكثير من السياسيين يمشون حوله وكان مثلا رئيس الوزراء سيد جوسفان ترودو الذي هو رئيس الدولة ويعرف أن هذا المشروع أو القانون هو قانون مناخي للشرعة الحقوق الكندية وهو يتدخل في مقاطعات أخرى مثلا رفع دعوة ضد بلدية برنابي وضد حكومة بريتش كولومبيا على موضوع البايبلاين ولكنه قال بالفهم المالآن أنه لن يتدخل في موضوع قانون 21 في كيبك مع أنه يعارضه فكلمة يعارضه شيء وأنه يمكنه أن يأخذه إلى المحكمة شيء آخر يعني تدخل رئيس الوزراء في فنزولا وهو ليس جزءا من لاتن أمريكا وهو يقود اليوم حلف شمال حلف أمريكا اللاتينية ضد فنزولا يوضع قرارات عقوبات ضد دول أخرى عفوا دكتور نور ولكنه لم يأخذ موضوع كيبك إلى المحكمة كان بإمكان رئيس الوزراء الكندي كمدافع أول عن شرعة الحقوق الكندية أن يقول أن هذا القانون هو قانون منافي وأن على جاستيس كندا أو وزارة العدل الكندية أن تقوم بمقاضات ذلك الشيء اليوم وزارة العدل الكندية هي تقوم بقرار مثلا ربح أحد المحاكم الكندية قانون أو قرارا من المحكمة بالنسبة للنبيذ التي يأتي من الأراضي المحتلة في فلسطين وزارة العدل أخذت هذا إلى تمييز يعني اليوم وزارة العدل الكندية هناك قرار محكمة بالنسبة للنبيذ الذي يأتي من الأراضي المحتلة وأن إسرائيل تقول عليه أنه صنع في إسرائيل يقولون أنه صنع في الأراضي المحتلة وليس في إسرائيل الحكومة الكندية تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتقوم بالإعلان أو تمييز ذلك الحكم وأخذه إلى المحكمة العليا بينما لم تأخذ هذا القانون القانون الـ 21 إلى المحكمة في كيبك المسؤولية الأولى في هذا تقع على الحكومة الفيدرالية الذي يحق لها أن تدخل في المقاطعات وهناك سوابق في العام الماضي من السيد جستان ترولو ضد حكومة بريتش كولومبيا ضد بلدية برنابي ويكمنه أن يرفع نفس الشيء ضد حكومة كيبك لأن هذا القانون جائر وغير عادل ومنافع لشرعة حقوق الكندية لا واضح كثير وأعتقد أنه شيء مهم جداً نحكي فيه لأنه دكتور نور مخالف للحريات أو قانون الحريات الكندي اللي يعتمد عليه القانون أو استشريع الكندي اللي سن في ألف تمنمية ألف تسعمية ألف تمنمية بدي أسأل سؤال من قارو قارو بسأل طبعاً نحن حكينا عن مواقف الحزب من الأزمة أو من القضية الفلسطينية قارو بسأل هل هناك مواقف واضحة للحزب باتجاه الأزمة السورية الحالية وهل لعبت أعتقد أن الجالي العربية دوراً في هذا الشيء أستاذ حسن أعرفش إذا عندك سأجيب ولكن قبل أن نجيب كعادة قبل أن نجيب عن السؤال عندي تعقيب عما قيل قبل بالنسبة لقضية موقف الحكومة الفيدرالية بالنسبة لقانون 21 الديمقراطية لها سنات كثيرة وما نقوم به نحن الأربعة الآن هو المساعدة على ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح ولكن للديمقراطية سيئات أيضا الكمال لله من سيئات الديمقراطية أن الحاكم أو المرشح يحتاج لأصوات الناس ويجعل من الحاكم يلوي عنق الحقيقة أو العقيدة في سبب المصلحة الانتخابية الذي حصل نعود حوالي عام 2017 2018 كما قلنا البلوكي بيكو الحزب الكتلة الكيبكية كان في الحضيب كل الناس كانوا يتوقعون محوه من الخريطة حتى أنا شخصيا عندي تجربة شخصية لسنا هنا بصدد الكلام عن القضايا الشخصية ولكن ستكلم عن هذه القضية الشخصية لأنها تدعم ما نقول عندما كنت في حوار مع الحزب الليبرالي اللي أكون مرشحا عرضوا علي عدة دوائر وكانت هذه الدوائر ممثلة في البرلمان من قبل الكتلة الكيبكية وأنا درست الإمكانيات النجاح وكان حضوظ الحزب الليبرالي في هذه الدوائر حوالي 10 و15% إضافة للنائب العضو بالبلوكي بيكواء الموجود يعني كان بالنسبة للحزب الليبرالي أنه سيستطيع أن يحفوز بكل المقاعد العشرة التي كانت بالبلوكي بيكواء آتت انتخابات الخريف 2018 وآت فرانسوالي جو بقوة كبيرة ومن أحد أعمدت استراتيجيته هي قضية العلمانية والقانون 21 فشعر الليبراليون أن هذا القانون له شعبية كبيرة وشعر البلوكي بيكواء كان في البلوكي بيكواء في زعامته كانت مارتين ولد لم يكن بإمكاني أن تفهم اللعبة بطريقة عملية وبطريقة فراجماتية كان هناك نوع من التشنج والإصرار على العمل فقط لاستقلال كيبك فعمل جيل دي سيب وبوليو وغيره من خلف السيطار ومن أمام السيطار لعزل مارتين ولد والإتيان ب إيب فرانسوال مكانها بلانشت وأعطوا زخما جديدا لبلوكي بيكواء وخلال الحملة الانتخابية عام 2016 شعرنا بقوة البلوكي بيكواء تزداد يوما بعد يوم وكما تذكرون أنا كنت في فترة من الفترات عدة شهور رسميا على الأقل مرشحا رسميا للحزب للحزب الليبرالي وكان هناك نوع من دورات تدريبية لفرق العمل وكان إصرار الحزب الليبرالي عدم الخوض ولا بأي طريقة من الطرق بالقضايا التي لها علاقة بالهوية وهذا صميم القانون 21 لأنهم لم يريدوا التصادم مع البلوكي بيكواء لأنهم سيكونون الخاسرين وحتى مع أنهم تحاشوا الصدام مع البرتي كي بيكواء حول هذه القضيات العلمانية والدفاع عن شرعة الحقوق والحريات الكندية دفعوا الثمن لأن مسيرة البلوكي كانت مسيرة قوية ولو تأخرت الانتخاب أسبوعا أو أسبوعين لكان نزيف العزب الليبرالي أكبر يعني كانوا محظوظين أن الانتخابات كانت في أكتوبر ولم تكن في نوفمبر مثلا لأنهم كانوا توقعات الحزب الليبرالي في انحدار وتوقعات البلوكي بيكواء في صعود وكان البلوكي بيكواء كلما رأى حظوظه تشداد كلما التسق أكثر فأكثر بلجو وشعبيته إذن المسألة ليست مسألة بريئة يعني جستان تريدوك كشخص قد يكون هو معارضا القانون 21 وقد يكون هو مؤيدا كأبيه لشرعة الحقوق الكندية ولكنه لو استصاد معها صداما عنيفا ولو قال في الحملة الانتخابية أنه سيذهب إلى كما يتفضل الدكتور نور أنه سيذهب إلى المحكمة وسيطلب من المحكمة إعلان هذا القانون غير دستوري لخسر قسما كبيرا من النواب الحاليين في البرلماء الليبراليين في البرلماء الفيدرالي يعني دائما الإنسان حتى عندما نتكلم عن قضية الديمقراطية يجب أن نكون عمليين ويجب أن نفهم قواعد اللغة طيب نعود إلى سؤال قاروب خصوص الأزمة السورية أستاذ حسن بخصوص الأزمة السورية أنا وأتصور أن الدكتور نور قد يصحح لي الكتلة الكيبيكية بشكل عام هي طبعا تعالج القضية السورية تتحتم القضية السورية كقضية لاجئين وكقضية إنسانية وتريد أن تنتهي أن يكون هناك حل سلمي في سوريا أما دور رسمي واهتمام رسمي أو المطالبة لا أتصور أنه عندهم دور رسمي حتى ولو كان عندهم دور رسمي لن يكون لهم تأثير كبير ولكن للأسف موقفهم المعاضي لدخول اللاجئين يؤثر بطريقة سلبية مباشرة أو غير مباشرة باللاجئين السوريين كما يؤثروا بغيرهم يعني نذكره نحن تماما بعام حملة 2015 الانتخابات 2015 عندما تريدو صرح أنه سيحضر لا أذكر الرقم تصور 25 ألف لاجئ سوري وصحح لدكتور نور إذا أخطأت بالرقم 30 ألف 30 ألف أكيد الليبراليون صرحوا أن 25 ألف أتصور نعم يعني أنا متأكد 25 ولكن مما أنني لم أراجع هذا الرقم قبل الخروج الآن على الهواء أشك نوعا ما بعض لحين بذاكرتي 25 ألف البلوك كيبكوا هاجم الليبراليون في ذلك الوقت وخاض جزءا من حملته ضد مشروع الليبراليين باللاجئين السوريين يعني دائما كما قلت في البداية الكتلة الكيبكية للأسف دائما مواقفهم هي الصراع ما بين نزعتهم القومية التي تدفعهم إلى التقوقع وإلى محاولة رفض الآخرين دفاعا عن هويتهم ومن الناحية الأخرى عقيدتهم أو إذا قلنا أيديولوجيتهم التي هي ديمقراطية اجتماعية من ناحية هم على العدالة الاجتماعية ويريدون أن يساعدوا الناس ويريدون المساواة كذا ولكن عندما تأتي المسألة للمسألة التي قد تذوب أو تساعد على تدويب وجودهم كأكثرية في كيبك يخلفون ضدها وهذا ما حصل بالمرحلة الأخيرة عندما تصارع أو عندما انتقد عندما صوتوا ضد المشروع العنصرية الممنهجة في البرلمان الفيدرالي عندما صار ملاسنة ما بين جاك ميت سينك وأحد أعضاء نفس الموضوع لأنه عندما يأتي إنسان ويقول هناك عنصرية ممنهجة يتم هناك نوع من التشنج وكأننا نتهم كل الكيبكين بالعنصرية نقول لهم لا يا جماعة الخير نحن لا نتهم الكيبكيين بالعنصرية الكيبكيون شعب طيب وشعب مضياف وشعب كريم والديمقراطي وكل شيء ولكن هناك بعض الأشخاص الذين هم عنصريون هناك نوع من الإشحاب ونحن نريد أن نعمل للقضاء على هذا الإشحاب يعني كان يأتي إنسان عندما نقول أننا نريد أن نعمل ضد التحرش الجنسي مثلا لا يعني أننا نتهم كل الرجال بالتحرش الجنسي لا يعني أننا نتهم كل الكيبكين أو كل الكنديين ولكن هناك بعض الكيبكين هناك بعض الكنديين هناك بعض الرجال الذين للأسف يقومون بالتحرش الجنسي يجب فتحهم ويجب محاكمتهم ويجب حباية المجتمع من هذه الآفة وهذا ما نقول عن العنصرية الممنهجة ولكن كلما تحدثنا عن العنصرية الممنهجة يشعرون وكأن أصابع الاتهام توجه لهم ولكل كبك دكتور نورفي عندك إضافة بالنسبة للأزمة السورية بالنسبة للاجئين السوريين لم يكن موقفا صلبيا كانوا قد انتقدوا قرار جستان تردو بإتيانه بـ 25 ألف لاجئ سوري في مدة أقل من شهرين كانوا ينتقدون وقعية هذا الطرح وأنه لا يمكنه أن يأتي بـ 25 ألف خلال شهرين وكانوا محققين لأن جستان تردو لم يكن بإمكانه الإتيان بـ 25 ألف خلال شهرين ولكنه مدد المدة لأكثر من شهرين آخرين وستطع أن يأتي بـ 25 ألف فكان القرار أو الاختلاف معه على واقعية طرح جستان تردو وليس على ما هي الطرح كان بالنسبة للجوء عن الحدود الأمريكية الكثير من اللاجئين الذين أتوا من الحدود الأمريكية جاءوا بعض قرارات ترامب كان هناك أناس يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية يتكلمون لغة الإنكليزية لديهم أموال لكن ليس لديهم وجود رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرهم كانوا من أيتي مثلا فعندما كانت أقرب نقطة من مقاطعة من ولاية نيويورك كانت إلى الحدود الكبكية شمال منترياء عبر كورنوارد وهذه النقطة كان يأتي من خلال ما يزيد عن 600 شخص يوميا يعبرون الحدود كان معظم الكبكيين من كل الأعزاب الليبراليين وكانت حتى بعض الأطراف من الحكومة الفيدرالية الكندية يقلون يقفون ضد هذا اللجوء لسببين أولا عدم استيعاب هكذا كم من الناس الذين يقطعون الحدود الأولا والسبب الثاني هناك اتفاقية بين كندا والوليات المتحدة الأمريكية حول سبب اللجوء وأن الشخص الذي يطأ الأراضي الكندية يقدم لجوء في الأراضي الكندية ولا يحق له أن يلجأ من كندا إلى أمريكا والعكس صحيح الشخص الذي يطأ في الولايات المتحدة الأمريكية أولا يعتبر لاجئا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يحق له اللجوء إلى كندا هذا القرار كانت قد رفضته المحكمة العليا الكندية منذ يومين قرت أن الشخص الذي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بعد 22 كانون الثاني 2020 يعتبر لاجئا في كندا وهذا بالإشارة إلى عنصرية الرئيس ترامب الذي قال أنه لا يريد لاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية من المسلمين ومن المكسيكيين وما إلى ذلك ومن أمريكا اللاتينية ككل فالقرار لم يكن بحثا ضد اللجوء عند البلوك كيبكوا في تاريخ البرتي كيبكوا كانوا من الداعمين إلى اللجوء دون استثناء والموضوع السوري لم يكن استثنائيا فمثلا عندما كان اللجوء على نوعين كان هناك الجي فايف والجروب الفايف خمس عائلات يمكنها أن تقوم بسبونسر لعائلات سورية والكثير من الكنائس في كيبك قامت في هذا الشيء الكثير من العائلات في كيبك على المستوى الشعبي قامت في هذا الشيء وأن كيبك عندما قيل عن توزيع الأشخاص الذين سيأتون كلاجئين من سوريا المخاطعتين التي جاءتا بمهاجرين أكثر من ما قيل أنهم سيأتون به هم كيبك ونوفاسكوش طيب سيد حسن نحن الوقت بلاهمنا تفضل سيد حسن عندي تجربة خاصة بهذا الموضوع عن حكومة البرتي كيبكوا عام ستة وسبعين ذكرت هذا في برنامج حكاية مهاجر أنا أتيت إلى هذا البلد في نهاية العام الأربع وسبعين ووصل الحزب الكيبكي إلى السلطة عام ستة وسبعين كان الكثير من اللبناني وكان ذلك خلال الحرب الأهلية اللبنانية أتى الكثيرون من الإخوة اللبنانيين إلى هنا إما أتوا بفيزا سائح أو فيزا طالب أو كذا والحكومة في ذلك الوقت ساعدتهم على الحصول على الأوراق وحتى أعطتهم منحا حتى عندها قبل أن يحصلوا على الأوراق بجرد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وشعروا أن هناك عددا كبيرا من الطلاب اللبنانيين الموجودين هنا انقطع رزقهم أعطوهم مساعدات لمتابعة دراستهم يعني كان فعلا حكومة رينيلي فيك التي وصلت للسلطة السبعين هو ربح جولتين كانت فعلا تقدمية جدا وكانت منفتحة كثيرا على الوافدين الجدد الذي يحصل الآن حتى كثير من الأعضاء السابقين في البرتي كيبكوا أو الروكي بكوا أو كذا يشعرون أن الحزب لم يعد كما كان فيما مضى ومن جملة كما ذكرنا ماريا موراني كانت عضوا في البرلماني بلوكي بكوا عن البلوكي بكوا طيب هناك التوجه نعم لأن الوقت الآن تقريبا تجاوزنا الوقت بربع ساعة ربما يكون هذا التعليق الأخير اللي ننهي فيه ويريت يكون التعليق سريع لا أريد أن أفوت سؤال قارو عن انطباع الحزب بعد زيارته للأراضي الفلسطينية وبرأيكم ماذا كان الانطباع بعد أن رجعوا وقد شاركوا بالوفد الذي زار الأراضي الفلسطينية فأريد أن ننهي بتعليق من أحدكما مشكورا على هذا السؤال وتعليق آخر من أحدكما على مستقبل الحزب سريعا هل هو إلى تصاعد أم إلى انحداظ أريدت سريع على موضوع سؤال قارو السيد ماريو بوليور كان أحد عضاء النواب الذين ذهبوا مع النواب الثمانية عشر إلى فلسطين ماريو بوليور كان الحزب الكيبكي في أزمة واستقال سبعة من نوابه قبل انتخاب إيفا فرانسوا بلانشير وكان ماريو بوليور هو الذي يعتبر رئيس الحزب وزعيمه كان يريد أن يلغي زيارته إلى فلسطين لكن عندما علم أنه يمكنه أن يذهب إلى فلسطين ليومين ويعود قال لا أريد أن تذهب هذه الرحلة من دوم تنثيل لحزب البلوكي بيكوار ذهب إلى فلسطين لمدة 24 ساعة وعاد ولم يكمل الزيارة مع الجميع لأن هناك أزمة داخل حزبه وهذا يعطيك نظرة بسيطة عن ماريو بوليور مثلاً والتأثير أبداء الجالية داخل حزب البلوكي بيكوار الدكتور إسماعيل حركات مثلاً هو أحد الناس الذين أثروا على ماريو بوليور وهم يقومون معه هناك أصدقاء لنا جميعاً كجالية داخل البلوكي بيكوار وعلى أبناء الجالية أن لا يأخذوا موضوع الانفصال الكي بيكي كأنه شماعة لعدم دعم البلوكي بيكوار في بعض الأحيان هناك نواب من البلوكي بيكوار هم أفضل من أبناء الجالية العربية في البرلمان الكندي وعلينا أن نقوم بدعمهم وأن دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الحزب هو حزب انبصالي هو حزب ككل الأحزاب له تمثيل وهو تمثيلي داخل البرلمان ويمكننا كأبناء الجالية العربية أن نعمل مع هذا الحزب ككل الأحزاب الأخرى وبالأخص الذين يعيشون في كيبك هذا الحزب برأيي لن يذهب من الساحة السياسية في كيبك هو اليوم في تصاعد أعاد جدولة أعماله ككل وكما أشار زميلي حسن لو تكون الانتخابات في نوفمبر كان من الممكن الحزب الوكي برأيي ينبوز 60 نائر لوضع عام الـ 32 هو خسر أكثر من عشر حواب بأقل من الصوم في العام 2019 بعد ما يمر به سيد جستان تردو من الويسكاندل وما إلى ذلك في كيبك هناك دعم كبير لهذا الحزب ولن يمحى من الساحة في المستقبل أستاذ حسن بسرعة كما تفضل الدكتور نور يعني قصم بالله نحن لم ننسق قبل ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى قد يظن بعض المستمعين أننا ننسقنا قصم بالله آخر مرة تكلت مع الدكتور نور الأسبوع الماضي في هذا الوقت على اللهواء أصحاب المنهج يتوافقون المهم يعني للمستمعين آخر مرة تكلمت مع الدكتور نور الأسبوع الماضي في الحلقة السابقة المهم كما قال الدكتور نور فعلا بعض أعضاء الكتلة الكيبكية أفضل بكثير من بعض النواب العرب يعني مثل بسيط العريضة التي تحدثنا عنها عن المطالبة بمعارضة كندا لضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وبشكل معارض لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية أعضاء البلوكي بيكوة كلهم صوتوا وليس فيهم عربي واحد وللأسف هناك العديد من النواب العرب في البرلمان الوحيد الذي صوت لها من النواب العرب هو طبارة الذي هو الآن في البرلمان انتخبك الليبرالي بينما هو الآن مستقل يعني هذا رح تتكلم عنه خلينا نتكلم عن الجزاء أنا أؤيد الذي قاله الدكتور نور يعني هذا دليل وهذا مدعاة للتفكير هذه النقطة أما بالنسبة لمستقبل الكتلة الكيبكية مستقبل الكتلة الكيبكية تتعلق بأمرين أمر زعامة الحزب وهذا ما لاحظناه فيما مضى وصل إلى حد شبه الزوال عندما أتى إيبو فرانسوى بلانشت انتقل إلى مركز مهم جدا حتى إلى درجة أن إيبو فرانسوى بلانشت لأن يهدد بإسقاط الحكومة بعد عودة البرلمان بسبب القضايا الأخلاقية التي حصلت بابين مؤسسة إيني وعائلة ريدو ووزير المالية يعني أن يقف رئيس الكتلة الكيبكية ويقول أنه سيقدم طلب للبرلمان لسحف الثقة عن الحكومة دليل قوة هذه النقطة قد ينشع وقد لا ينشع ولكن دليل أن البلوكيبكية عندما يكون عنده زعامة قوية عنده حضوط بالاستمرار والنقطة الأخرى هي حضوط فكرة مدى هبوط والصعود فكرة الاستقلال في كيبك ما طالما هناك نزعة استقلالية في كيبك ما دام هناك نزعة حب على الأقل تقوية أو تعزيز الهوية الكيبكية والثقافة الكيبكية سيكون هناك دور لحزب الكتلة الكيبكية في أوتوا ولكن كما فعل إيبو فرانسوا بلانشات كما فعل قبله جيل ديساب أن يوازن ما بين الدفاع عن الاستقلال كثكرة وحيدة في البرلمان أو العمل على تمثيل الكيبكيين في البرلمان والعمل على أن تكون الحكومة الكندية حكومة ديمقراطية وشفافة وتعمل لمصلحة الكندين ككل هذا ما فعله مؤسسون بلوك كيبكوى ما فعله جيل ديساب وما فعله إيبو فرانسوا ليشان بوشار هذا كان رئيسا للمعارضة الرسمية وقام بدوره على أحسن ما يرام يعني كرئيس معارضة رسمية مع أنه هو يده لإستقبال كيبكوى يريد استقبال كيبك ولكنه قام بدوره كبرلماني ديمقراطي كندي يعمل على إنجاح عمل البرلمان وكما نلاحظ الآن عن إيبو فرانسوا بلانشت يتجه هذا الاتجاه إذا كان للحزب سواء البلوك كيبكوى أو غير إذا كان عنده زعامة حكيمة وزعامة كاريمية قد يكون له حضوظ في المستقبل نعم وشكرا شكرا لكم كانت حلقتين رائعتين عن بلوك كيبكوى إن شاء الله في الأسبوع القادم نعدكم أن نكمل أو نبدأ مع الحزب الليبرالي وننهي الأحزاب السياسية اللي موجودة في البرلمان الفيدرالي وبعدها ممكن ننتقل للأحزاب اللي غير موجودة سنرى كيف الحلقات لكن الحلقتين القادمتين إن شاء الله بنفس الوقت الأحد القادم والأحد اللي بعده هتكون عن الحزب الليبرالي اللي هو الحزب الحاكم حاليا سنستضيف أو سنكون بضيافة كل الأخين الزميلين والصديقين العزيزين وإن شاء الله رب العالمين تكون حلقات مفيدة نتعلم فيها الكثير عن الأحزاب السياسية أستاذ محمد ما رفزل حاب تنهي بشيء أنا بس أذكر بالنهاية أنا بدي أشكر الدكتور نور والأستاذ حسن على صبرهم وتحملهم البقاء في أوقات ونفسهم الطيبة والكريمة في العطاء واهتمامهم بإسراء وإغناء الساحة العربية في كندا والارتقاء بالوعي العربي عند المجتمع العربي في كندا هذا شكر خاص حقيقة وشكر من القناة كنار تيفي وشكر باسمي أنا وجمال وشكر باسم الكثيرين من الذين بلغونا أن نوصل لكم هذا الشكر فشكرا جزيلا شكرا على واجهة وأنتم يعني زي ما قلنا صرت ركن من أركان هذه القناة بكرة حنصير ندفعكم تاكسز عليها حسب الحجمة اللي رح يجي شكرا جزيلا حقيقة بارك الله بكم وبجميع المستمعين والمستمعات وأكرر أشجع الجميع على متابعة الحلقات الماضية طبعا الحلقات القادمة إن شاء الله ولكن هذه الحلقات ترتكز الواحدة على الأخرى وإذا كان هناك من يريد أن يعرف النظام الكندي ككل أشجع الجميع على الاستماع لجميع الحلقات وشكرا جزيلا طبعا إحنا حنشوفكم بعد العيد فبنهلا بنقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله كل عام وأنتم بخير على فكرة جامعة الخير الأسبوع القادم سيكون الثالث أيام العيد هل سيكون حلقة أم سنتوقف لعطلة العيد ونعود فيما بعد حلقة حتى يوم العيد عندنا حلقات هو رؤيتكم هو بعدات عيد يا جامعة الخير الله يحفظك المشاهدين بدهم يشوفوا ويتابعوا أكيد إن شاء الله سيكون فينا متابعين ونتمنى أنه للجميع عيد مبارك فبذكركم بس بعد نصف ساعة تقريبا سيكون لدينا حلقة مميزة في برنامج رؤيتها مع الميسون منصور هتتكلم عن نظرة المرأة الإعلام الغربي للمرأة العربية حلقة هتكون مميزة تابعوها ونقولكم تصبحون على ألف خير تصبحون على خير شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة